لا يمكن لأي واحد يريد أن يتقرب من الله إلا أولا من باب الوالدين هذا الباب الأول والباب الأعظم الوالدين هالوالدين اعتنوا بجسدك ربوك طعموك نظفوك لبسوك بشو اعتنوا بجسدك الجسد المادي يعني قد يرح تعيش 40 50 60 70 وبعدين المقبرة اعتنوا بهذا الجسد الله سبحانه وتعالى اعطاهن هذا القدر لكن يا هل ترى أنت فقط جسد؟ أنت جسد فقط؟ ها؟ ماذا أنت؟ روح طعا فإذا سويته يعني من طين ونفخت فيه من روحي إذن أنت جسد وروح فالجسد للحياة المادية والروح لله أبوك أمك اعتنوا بجسدك فمن ربا روحك؟ من أبو الروح؟ من اعتنى بروحك؟ من يربي روحك؟ من يطهر روحك؟ مثل ما بينضفو لك جسدك أبوك أمك لازمك أبو أمي نضفو لك روحك؟ من نظف أرواح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ الله هذا المطلق لكن من نضف أصحاب رسول الله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم شو كان عم يعمل؟ شو يزكيهم؟ نضفهم ليش بنسمي المال اللي بنخرجه من الزكا بنسميه زكا؟ لأنه بيطهر المال بقال له زكا فيزكيهم من زكأ أصحاب رسول الله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لزكاههم إذن من أبوهم؟ أبو الأرواح أبو الجسد؟ أبو الجسد لكن من أبو روح الصحابة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كل من آمن برسول الله وأبن رسول الله نحن أبناء من؟ أبناء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبونا؟ ولا ما حاسين فيه؟ ما شعرين فيه؟ ما اعترفين فيه؟ ما ما اعترفين فيه؟ خلينا عم بحكي عن حالي أنا ما ما اعترف فيه؟ ولا خاطر ببالي؟ ولا كيف بدي يكون أبو روحي؟ لا كيف بدي طهر روحي؟ ولا يربي روحي؟ ولا عم فكر بروحي أساساً؟ أنا متى أكلت لأمتي وكنت هذه خلاص وصلت له أبو الجساب أبو الجساب بيربيك عم تقول أنا أبني قديت وظيفتي معه؟ لما بتربيه لما بطعميه لما بتدرسه خلاص بتقول سار عنده ديبلوم اشتغل جواز خلاص قديت وظيفتي إيه خربت له بيته؟ فإذن لا تظن بأن هناك فقط أبو الجسد كذلك الروح يجب أن يكون لك أب من أبو روحك؟ كان عادات أجدادنا عادات أجدادنا لما الولد يكبر يكبر 8 سنين 9 سنين دايما بفتشوله عشيخ يروح لعنده ما هيك عادات المجتمع؟ ولا بس عنا؟ إسلام كله بلد إسلام كان الولد دايما الأبوه أمه بيعتلوا أمه مين بدي ربيه؟ بدينا نوديه لعند شيخ حتى يقدبوا حتى يعلموا حتى حدا عم بفتش عشيخها الأيام نحن ما عم بفتش عشيخ نحن ما همنا بس يأكل وشرب وينام قول قديت وظيفتي معه ما قديت لوظيفي ولا شيء إذن أبو الروح هو شيخك أبو الروح هو الشيخك بيكفي الوالد الوالدي ولا لازمك غيرهم؟ لازموا غيرهم أريد أن أغيركم وبالعكس الشيخ ما بياخد لك ابنك الشيخ بيزبط لك ابنك لألك بيربي لك ابنك لألك مين بدي يعلمه بالوالدين إحسانا؟ الشيخ مين بدي يعلمه برك؟ مين بدي تعامل معك؟ هذا صار مجتمعنا ما عم نعرف نتعامل مع والدينا لهذا لما ابتعدنا عن طريق الأجداد وعن الشيوخ وعن المربين وعن العلماء لك شو صار فينا؟ شكرا